كذلك أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أن المباحثات مع نظيره الأردني شهدت استعراد ما تقوم به مصر والأردن من تكثيف للاتصالات الدولية مع أطراف الصراع أو مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة كما أكد عبد العاطي أن المباحثات تطرقت إلى تضامن مصر والأردن الكامل مع الدولة والشعب اللبناني الشقيق في ظل ما يمر به لبنان من ظروف دقيقة ينال من سيادة أراضيه بسبب الاعتدائية الإسرائيلية المستمرة أكدنا سويا على الأهمية البالغة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا وإفساح المجال للتسوية السياسية عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل ودون انتقائية وهو ما قبله لبنان وآرب عن استعداده لتنفيذه فورا